اشتركوا في القناة طبعا احنا كنا نعمل في الاقتصاد الاجتماعي في اقتصاد الهام وهو نقطة تركيز الاساسية بالنسبة لنا الهدف هو حماية الاثار المترتبة على التحديات والازمات او التغييرات في المستقبل على الاقتصاد الاجتماعي فهي واحد من اهم هداف اقتصاد الهام ولذلك نعتبره هو الايقونة لكل نماذجنا معظم نماذجنا تشتغل في خدمة هذه النموذج الاساسي وهو كيفية الحماية وصناعة الاثار في الاقتصاد الاجتماعي طبعا في الاقتصاد الاجتماعي احنا دائما نقول ان هناك في اهداف في الحياة وفي متطلبات لاستكشاف الطاقات الكامنة في المجتمعات بحيث ان احنا نحول مجتمعاتنا عندها قدرة عالية على انه كيف تصنع الفاعلية تصنع الاثر باقل الموارد وهي الطلب طبعا ان احنا اللي يعملون في هذه الجانب يكون عندهم طاقة ايجابية عالية لانهم رح يتعاملون مع طاقة سلبية فلازم الطاقة الايجابية تكون عالية عشان ما تتأثر عليهم الطاقة السلبية وخاصة ان يشتغلون في ازمات يعني هما اصلا متكررة وعالمية كورونا وحروب وحين حرب روسيا مع اوكرانيا سجل الان وهكذا وما ندري هاي يجب ان تكسر حرب عالمية ثالثة والعياذة بالله فبالتالي لازم ان احنا نتعلم في من خلال هذه البرامج برامج ريادة العمار وريادة الاجتماعية كيف نحن نقتنص الفرص ونتعلم الاسرار وفي تجارب كثيرة في هذا المجال وممكن نحن نستفيد منها في تعزيز قدرة الملهمين وقدرة اخصال الهام على انه يستفيد من هذه التجارب بحيث نرفع من القدرات نرفع من الشغاف نرفع من القدرة على التركيز نرفع من المرة ثانية الاهداف التي نريد ان نحققها معا في هذه الرحلة رحلة الحياة طبعا طبيعة المشاريع التي تكون عادة في هذه تكون هي صغيرة طبعا طبيعتها المشاريع تكون هي صغيرة وهي تشكل في الدول الكبرى 95% من مجمع المشاريع التي تساهم في التطور الحقيقي للمجتمع لو المشاريع تكون صغيرة مثل ما احنا نعمل في مختبرات ونطلع مشاريع صغيرة ولكن في الاخير هذه المشاريع الصغيرة لو تكررت لا شك ان لها تأثير كبير على الدولة وتطورها ونهضة البلاد ونهضة الامة في فرنسا والهند مثلا نشوف ان المشاريع الصغيرة وماليزيا طبعا والان في عدة دول في العالم ولكن هاي مثل وطبعا في امريكا الجنوبية بالذات البرازيل نشوف ان هناك في وزارات ترعى هذا القطاع من المشاريع الصغيرة او متناهية الصغر لا يشل ان هذه المشاريع الصغيرة هي تشكل النمو الحقيقي لأي مجتمع صناعي او مجتمع منتج في اليابان هي 99% نصور انت بس نعرف شركات تويوتا نيسان كده صح لكن لا هي هذه الشركات تقوم على شركات صغيرة هاي الشركات الصغيرة هي اللي تورد في الحقيقة السبير بارت او القطاع الغيار او ما يصنع ومكونات اللي تعمل عليها الشركات الكبيرة طبعا دائما في تحفيز لعنصر التنافسية الذي يشجع على التسارع والنمو بشكل او باخر دائما افترض ان احنا في هاي المشاريع نبني مشاريع على الاقتصاد معرفي ونعزز مفهوم الرياضة ودائما عندنا نصنع بيئة اقتصادية متناسبة ودائما نشجع الجهات المسؤولة على توفير التدريب والتمكين بطريقة سليمة ودائما نعمل على تقليل اعتماد الشباب على الوظيفة الحكومية والتوجه للقطاع الخاص والمجتمع المديني ودائما نعمل على استقطاب العاطلين على العمل من الشباب بشكل او باخر لان هذه هدف مشاريع اقتصاد الالهام وبالتالي لذلك افترض ان نستخدم فيها روح الرياضة وروح الالهام طبعا بشكل او باخر ثم ايضا دائما عندنا يفترض ان نصنع بيئة من خلال الشباب بيئة اجتماعية تعزز الاواصر والتواصل بين الشركات او بين المؤسسات الناشا والشركة طبعا هذا يطلب ان احنا دائما نرى في مفهوم الانترابنورشب مفهوم الرياضة رياضة عملية وهي نتيجة ايضا هي روح وهي عملية ايضا فبالتالي افترض ان هي لا تقوم فقط على افكار لكن تقوم على طريقة تفكير استراتيجي وتقوم على في الحقيقة نوع شبكات مجموعة شبكات وحاضينات هذه الحاضينات والشبكات هي التي تصنع الفارق هي التي تصنع لنا القدرة على ان احنا نطلع نوع من الاشعاعات او الاثار الجديدة نحو المجتمع بحيث المجتمع يكون عنده تمدد بشكل او باخر في قدرته على تغيير الثقافة في قدرته على انه يطور المعرفة في قدرته انه يصير عنده تواصل جديد معه بين مثلا مؤسسات اخرى في قدرته انه يأتي بمنتجات مختلفة واذمجها مع بعضها البعض ويطلع منها منتج اخر يصنع تغيير في المجتمع وهو مثلا الرائد دائما الرائد او الرياضة يتفتح كأنه مجالات جديدة داخل المجتمع بشكل او باخر وهكذا احنا نعبر عليها بهذه الرسمة اليابانية التي تقول ان دائما احنا في رحلة الحياة عبارة عن نمر في اوشنز نمر في محيطات ونمر في سونامي وبالتالي دائما علينا ان نتقبل هذا ونعيش فيه مع الحياة لان هذا الذي يصنع لنا التغيير الحقيقي وتطور الحقيقي في موجات حضارية ريادية مستمرة والملهم المبدأ يحرص ان لا تكون حياته دائما كالاخرين وهو دائما من خلال هذه التحديات التي يخوضها من خلال الرياح والعصير والسونامي هو يصنع الاثر في الاقتصاد الاجتماعي اذا لذلك نحتاج دائما ان تكون مستويات الالهام عندنا عميقة مستويات الالهام تكون ترتقي الى صناعة اثر وان عندنا نعمل على قصص نجاح عالمية بحيث ان هذه تستحق ان تنشر في اقل مجلات هاي الستاندرد مالنا هذا الهدف مالنا في اعمالنا دائما وهذا المستوي الحقيقي الذي نهدف له طبعا لذلك معناته ان عندنا رح يكون فيه نتائج شكلية يجب ان نتجنبها نتائج ان هي مقايمة على الحماس وقايمة على يعني ممكن تكون شركات خاطئة ممكن تكون اخطاء في التطبيق في مراحل المختبرات وهي تنتهي بسرعة اذا ما كان فيها عم وما فيها مرة ثانية تغيير في المجتمع بشكل او باخر لذلك افترض ان نسعى جميعا الى احنا نعمل على نتائج تكون فيها روح الريادة فيها التكامل فيها الابتكار فيها الابداع فيها الالهام فيها التنافسية المستدامة اذا احنا لذلك نقول ان يعني احنا من خلال مختبرات الالهام نستطيع في الحقيقة ان نبني تفاعلات مناسبة لمصادر متعددة تسهم في بناء التواضع في داخل المجتمع المستهدف احنا لدينا مجتمعات مستهدفة المجتمعات قد تكون هي مجتمعات قروية قد تكون مجتمعات مدنية قد تكون مجتمعات صناعية هذه المجتمعات قد يكون مهاجرين قد يكون فقراء بغض النظر قد تكون هي الفئات هي المستهدفة كبار سن أو يعني ناس وشك التقاعد أو شباب أو مثلا مراهقين أو غيرهم أو نساء أو رجال هذه المجتمعات لما نستهدفها دائما نخلي في بالنا نحن نهدف في صناعة عقلية جديدة في قدرتها للتعامل مع الاقتصاد الاجتماعي هذا يتطلب طبعا من خلال المختبرات المختبر لما نقول احنا دائما نقول نكرر قد يكون خمسة أيام قد يكون خمسة شهور خمسة سابع طبعا ما يفضل خمسة سنوات لكن أعطي مثل يعني يعني الأسوأ لأنه من خلال المختبر طبيعة مختبرنا هو يفترض يكون سريع أنه يصنع تفاعلات لمصادر متعددة تسهم في بناء التواضع إذا أسهمت في بناء التواضع معناها إحنا قدرنا أنه والله يكون عندنا محاولات للاستكشاف حديد لما نريد أن نحققها ثم يكون عندنا ملاحظة وتعلم من خلال الممارسة ثم يكون عندنا استنتاج يؤدي إلى التصور هذا المفهوم هو الذي يجعلنا نحن دائما نعمل على أننا دائما نقول روح الرياضة مهمة نية لماذا؟ لأنها من خلالها نضمن الاستمرارية في المحاولة من خلال روح الرياضة نضمن أيضا الاستمرارية في أخذ المخاطر الاستمرارية في حب الاستكشاف الاستمرارية في حب الفضولية فإذا هذه الروح التي تحرك المختبرات وتحرك غصال الهام يعني ما نبي ناس تخربط أنه والله الرياضة هي الالهام لا الالهام عبارة عن وميض عبارة عن قناعات عبارة عن قدرة التصور لا يمتلكها رائد العمل هذه لازم تكون وائد واضح عندكم أوكي رائد العمل هو صاحب هم وصاحب هاي ولكن هم محدود هم ليس يغير العالم متى ما يريد أن يغير العالم عنده تصور كبير فهو يقعد نتكلم نحن على حين من الإنسان الملهم ولا الملهمة هؤلاء عندهم لا عندهم وسائل واحدة من وسائلهم الروح الرياضية والمصادر الرياضة بشكل عام فهما عندهم تفاعلات عندهم محاولات للاستكشاف عندهم وقافات للتعلم وانحكاس ذلك أنه تتغير قناعاتهم تتغير عاداتهم تتغير ردود أفعالهم بسبب هذه الفرضيات الجديدة وبالتالي يصبح عندهم استنتاجات أخرى ومن خلالها يستطيعون أن يصنعون مرتين نموذج ملهم على مستوى المجتمعات لذلك نقول نحن دائما من خلال روح الرياضة المجتمعية نستطيع أن نبني الشغف الذي يتحول إلى فعل هذا الشغف الذي يتحول إلى فعل نستطيع من خلال نعظم دور المجتمع وأثر على المجتمع نستطيع أن نعيد بناء الصورة الجديدة للمجتمع نستطيع تطوير شيء جديد تماما لتحقيق الأهداف والأدوار الجديدة للمجتمع من خلال هذه الروح نستطيع أن نحن نصنع مجتمع مبدع يتطلب في الأخير عملية تساهم في صناعة الإبداع ويوفر روح للقيادة والتزام عالي نحو المجتمع بشكل أو بآخر طبعا هذا يتطلب أن نحن دائما نتذكر أن الخصائص الريادية هي عبارة عن بناء القدرات والسمات الشخصية التي يمتلكها الريادي والتي يحتاجها لإدارة مشروعة بنجاح وهي مهارات سلوكية وإدارية الله أكبر تسهم في الأخير في وضع التصورات المناسبة على النحو التالي ترفع القدرة للمجتمع المستهدف على تحمل المخاطر المدروسة تسهم في المبادرة وإخراج مبادرات هادفة بناء على دراسات محدة أنه في فرق بين المبادرة والمبادرة أيضا الريادي عنده روح للمبادرة المبادرة هو يبادر بردة فعل لما يشوف فيه فجوة لكن أيضا المبادرة هي الأفضل أيضا يكون عنده الانتباه للفرص واقتناصه بطريقة سليمة وطبعا عنده الإصرار والمثابرة وهي خصائص ريادية ولكن هي أكثر نراها في مختبرات في الصل الهم وأيضا البحث عن المعلومات اللازمة العمل ويكون عنده اهتمام بالجودة والتميز بشكل عام وعنده التزام بالعمل والمتابعة وعنده الاهتمام بالفاعلية وعنده الاهتمام بالتخطيط المنظم لنموذج العمل وعنده مفهوم حل المشكلات بطريقة سليمة وعنده ثقة بالنفس وعنده الحزم أيضا في نفس الوقت الذي يؤدي في النهاية إلى الإقناع واستخدام استراتيجيات التأثير بشكل واضح وعنده أيضا مفهوم الاهتمام بتوفير بيئة عمل بيئة عمل ملائمة تؤدي في النهاية إلى أن يكون عندنا رياد يستكشف الفرص بروح متجددة وروح بها الإصرار وعلى صناعة الفارق والأثر في نموذج عمله بشكل أو بآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر